ايه زيكم يا كمانا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات العاطفية لاصحاب برج الميزان للنص التاني بلان على ناس كتير بتتكلم ان انا اتكلم على العاطفة اكتر فحبيت ان انا اعمل لكم جزء تاني نكلم فيه بشكل ادكة برج الميزان النص التاني انت عندك ان فيه موضوع يمكن كان صعب عليك في خلال النص الاول يخص امورك مهنية يخص امور صحية يخص ايا كان هيخليك ان انت تكتشف الشخص اللي معيك او تكتشف الشخص اللي انت سبته فهتبدأ ان يكون عندك حالة من الندم ان الشخص ده لو كان موجود دلوقتي طب لو الشخص ده هو اللي انا كملت معاه ما مبعيتش عنه فيكون عندك حالة من الزعل انك سبته شخص او انك بعدت عن شخص او انك زعلت شخصها واتعرف قيمة الناس اللي حواليك كويس قوي. واتعرف مين اللي بيحبك بجد ولا لا. طيب. برج الميزان عندك كمان فيه نقطة مهمة جدا ان فيه كان بعض المشادات والمناقشات اللي بسبب الضغط النفسي كان عندك بعض المشاوير او الضغط اللي انت عايز تخلص كذا او تعمل كذا او بتقفل ملفات كذا فكان عندك ده جدا النص التاني لا الدنيا هتكون اهدى لانه بقى عندك ثقة في ذاتك اكتر عندك اهتمام بذاتك اكتر وده اللي هيقوي ان انت تكون نفسيتك افضل فبالتالي تتعامل مع شريك حياتك احسن فده برضو موجود جدا جدا طيب برج الميزان بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين نتكلم كده بالهدوة واحدة واحدة الناس اللي مش مرتبطين خلال النص التاني هي اكتر فترة هيكون فيها نسب ارتباطة هيكون فيها حب فيها اعجاب كتير جدا جدا لكن حذر من نقطة اللي هي ان العشم ياخدك بالزيادة وانك انت تكون بتقترب لشخص انت واصل انه بيحبك وبالفعل بيحبك جدا كارتباط كزواج كحاجة رسمية بس مع ان انت بترتبط بيه اكتر او ان انت بتقرب منه اكتر فده بيعوده على ان يكون انت متاح خلي بالك عشان ما تعودهوش ان انت متاح وتتقلب العلاقات دي لعلاقة صداقة احذر جدا طيب عامة برضو بالنسبة لناس اللي مش مرتبطين اذا فيه حب فيه اعجاب فيه ان موضوع هيتفتح موضوع هيبدأ انه هو يكون بشكل رسمي فعندك ده هيكون شيء بيزود عندك الحب يعني بيزود عندك الاستقرار او احساس الاستقرار ها بدأت حلوة فعندك ده جدا طيب انا عايزة اركز على الناس اللي هي مرتبطة بس الموضوع لسه بيمشي في الطريق الرسمي كان معقد حبتين خاصة مع بعض الابراض نتيجة ان فيه عكسات ممكن كانت بتحصل الى ان النص التاني هيكون فيه موافقة يعني ايه موافقة على موضوع كان مرفوض بالنسبة لك او ان اهل الشريك او الشريك كان رفضه او الشريك نفسه كان رفضه فعندك ان لا فيه موافقة فيه اتمام لموضوع يمكن بشكل تسئيل عليك حبتين الى ان انت هتكون موافق بالتقل ده عشان تقدر تاخد الحاجة اللي انت عايزة او الشخص اللي انت عايزه او ان انت تكمل مع الشخص اللي انت عايزه فعندك ده جدا يا برج المزان هتحس انك سعيد كده يعني بعد محاولات وي وي على فكرة ومش بس كده يمكن يكون الخلافات على الاتفاق على الامور المادية يعني اللي الحاجات الايمة والعافش ممكن يكون الخلافات على حاجة زي دي اما شبه دي بس هتيجي في الاخر اللي انت عايزه ومرتبه او مرتب له هو ده اللي هيكون موجود يا برج الميزان بالدماغ بتاعت اصحاب برج الميزان هيقدروا ان هما يوصلوا لها طيب عامة برج الميزان اذا الناس اللي هما قلناه اللي في بعض الارتباطات اللي وقفة او موضوع لسه بيمشي بس بصعوبة او في حالة من الرفض او او لا الدنيا هتكون فيه ماشية بشكل حلو خلال النص التاني طيب برج الميزان بالنسبة ليه الناس المنفصلين الناس المنفصلين بشكل كبير او يعني عامة منفصلين تماما وبعيد عن بعض تماما انت مترقب احنا بعيد عن بعض تماما انت مترقب اكتر الابراج اللي مرقباك هقول برج من كل مجموعة وهي من الابراج الهوائية الجوزان من الابراج المائية العرب من الابراج الترابية العزراء من الابراج النارية الاسد دي اكتر الابراج اللي هي مرقباك وبشكل رهيب جدا جدا خلال الفترة بتاعة النص التاني لان عندهم امور بتضعفهم بتخليهم انهم يكونوا اكثر حنان واكثر عرضة للذكريات الماضي فبالتالي بيتجهوا ليك فيه كمان كان عندهم مشكلة في خلال النص الاول فاول ما بيفوقوا فبيبدأ انهم تيجوا صورتك قدامهم غصبا عنهم ده بيبقى حاجة ليه علاقة بالعكوسات والاجارات بيتأثر على النقطة دي جدا فحاول على قد ما تقدر يا برج الميزان انه يكون عندك اصلا فيه فترة رجوع يعني انت عندك الفترة دي فترة رجوع قوية مش هايدة فكر فكر بمنطقية وعقلانية هل الشخص ده ينفع نرجع ولا ما نرجعش طب ايه اللي ارجع بشروطة ارجع بقوة ليك بقوة لنفسك ده يعلي منك يعني يخليك ان انت تكون معلي من نفسك ومن ذاتك يا برج الميزان خلي بالك اوي القبول او الرجوع السريع او الرجوع بدون كلام او جدل او ان احنا نقف واتفاق وكلام ده كله هيخليك تخسر لتاني مرة خلي بالك جدا طيب عام عتم برج الميزان بالنسبة للناس المنفصلين بشكل عام احنا قلنا انه هيكون فيه رجوع طب هل انت عندك حب جديد يعني المنفصل انت عنده حب جديد او فكر بمنطقية عشان تعرف هل الحب الجديد هيكون افضل ولا اه لا فخلي بالك جدا جدا طيب برج الميزان بالنسبة بقى للناس اللي هم مرتبطين ومتجاوزين الدنيا معانا شكلها عامل ازاي النص التاني افضل كتير من افضل الاوقات اللي بتاعت شهر فبراير اصلا يعني في خلال بصراحة الازواء الاخير بس او الاخر عشر تيام بس بالنسبة لك انت كنص تاني هيكون فيه فكر مشترك هيكون فيه شيء مهم جدا جدا بيجمع ما بينكم هيكون فيه ان انتوا بتتسندوا على بعض فيه لغة افتخار ببعض عارفين لا انا مليش الاحبيب وحبيبي ملوش شلالية فعندك ده بالزبط ان هيمر موقف كل حد منكم ممكن يكون باللي هما المقربين ليه سواء اهل او اصدقاء هيلاقي نوع من انواع الخبس فبالتالي يتجه للشريك هيلاقي هو الاقمن فبالتالي هيعرف ان هو الاصدق في العلاقة دي مع كل الابراج لا طبعا في بعض الابراج اللي هيكون فيها خلافات او مشدات او او كمان فيها صعوبة الميزان ممكن ان هو يقولك لا انا عايز استقر نفسيا انا عايز اكون شخص كويس عايز اكون بالي مرتاح طب هل انت ممكن يكون عندك انفصال ما هو برضو فيه جزئية فيه انفصالات طب احذر من علاقات ايه لو احذر من علاقات في خلال النص التاني بالذات برج العزراء خلي بالك معين العزراء يعني معجب بيه كويويويوي الى ان فيه ضغوط وفيه بعض الخلافات والمشدات اللي ممكن تخلي ان الموضوع يحصل فيه خنقة خلاص انت تخنقت انت تقفلت بالموضوع ده فكونوا حذرين طبعا اللي بيسمع لبرج الميزان في الامور العاطفية ركزوا بقى فبرج العزراء طيب كمان من الابراج النارية خلي بالك جدا مع برج القوس سواء رجل او الاكثر رجل القوس ومرقة الميزان رجل القوس ومرقة الميزان العكس افضل العكس افضل طيب عامة فيه خلال الابراج او من خلال الابراج المائية برج الحود برج الحود كونوا حذرين جدا جدا مع ان العلاقة دي المفروض ان هي تكون علاقة متميزة الى ان الفترة دي فيها ضغط على الاثنين ضغط اللي هو كان النص الاول اكتر فبالتالي موقف ورا موقف فممكن يكونوا في الفترة دي نشيل من بعض الناس اللي لسه في بداية علاقاتهم العاطفية لا هيكونوا مروا بسلام من اللي احنا بنقوله ده عشان بس نكون مركزين من الابراج الهوائية فيها صعوبة شوية ان احنا نقول فيه علاقة صعبة او او بس ممكن يكون مع مين ممكن يكون مع برج الدلون رجل الدلو مرأة الميزان ليه لان الطرف التالت والاصدقاء عند برج الدلو هم اللي ممكن يكونوا سبب خسارة العلاقة دي فلازم نكون مركزين جدا طيب عامة انا الناس المرتبطين او متجوزين او اللي مش مرتبطين او المنفصلين برج الميزان بشكل عام انت منظور في الامور العاطفية بتاعتك لان انت عندك الكتير يبقى شايف ان انت متغير لان انت عندك حلم التغيير وحلم التجديد وحلم ان انت مهتم بنفسك وستايلك وبشكلك وبمظهرك مهتم بلياقت جسمك جدا فبالتالي ده بيخلي ان فيه اشخاص ايه ده هو انت بتحلي من نفسك ليه اه ده شكله هيقف حب جديد اه ده مش عارف ايه لا ده معجبينه فحتة ان معجب على فكرة برج الميزان من اكتر الابراج اللي ليهم معجبين كتير وليهم ناس بتحبهم كتير حتى الناس المرتبطين او متجاوزين فيه كتير يتمنى ياخدك من الشخص ده ليه هو فعندك ده بشكل قوي جدا فبالتالي بالتالي فيه عيون كتير اشمعنا انت اشمعنا انت محبوب للدرجة دي وانا لأ ففيه حقد بيطلع في المنطقة العاطفية من الاخرين ليكم فكونوا حذرين بقى يعني حصانوا نفسكم وداروا والكلام ده كله بالنسبة لبرده للناس المرتبطين او متجاوزين انت عندك فيه موضوع مهمة ليه علاقة بمولود جديد ليه علاقة بشغل جديد ليه علاقة بشيء مهم جدا انا هيقول علاقة ويقال لي ايه اللي هو زيتنا في ايه انا اكتر فيه ابراغ او علاقات هتكون نجحة جدا خلال الشهر ده لدرجة ان هي هتكون علاقات مميزة مميزة اكتر العلاقات المميزة خلوني ان انا اقول برج من كل مجموعة الجاذي من الابراج الترابية الحمل من الابراج النارية الجوزاء من الابراج الهوائية من الابراج المائية قادر اقول ان برج السرطان لو رجل السرطان ده الاكتر يعني عامة انا بشكركم جدا طولت عليكم بتمنى ان انا اكون قلت تفاصيل مهمة عن النص التاني هو يكون افضل كتير بس الناس اللي هما على وشك الانفصال او الخلافات لازم يكونوا حذرين جدا جدا وحذرين من العين لان العين علينا حق ممكن تجي بالنهية بشكركم ما تنسوش اللعيك واشتراك في قناة تفعيل الجرس سلام